كمان انت محضر بعض ملاحظاتك على نادي المريخ السوداني او نادي المريخ كانت من الفرقة كويسة فرقة من شهر ونص بدأوا يجيبوا لعيبة محترفين عشان بطولة افريقيا في بعض من المحترفين اللي ملعبوش مباراة التراجي منهم ديفندر برازيلي بيقولوا عليه لعيب كويس ولكن لما لعبوا التراجي انا اتفرقت عليهم هو بيلعب بتلاتة اربعة تلاتة مستر ريكاردو طبعا اللي كان ماسك فرقة الاسماعيل ريكاردو البرازيلي من المدربين الكويسين المدربين اللي بيشتغلوا بالفرقة كوحدة واحدة بيشتغلوا بفكر محترم يعني فهو لعب على قدرات فرقته هو لعب تلاتة اربعة تلاتة وعنده اللعيبة اللي لعبة مباراة التراجي المحترفين كان باولو سيرجيو لويس وماتيو سكوتيليو ده بيلعب ديفندر في نص الملعب وكمان فيه واحد ديفندر تاني ملعبش المباراة اللي فاتت بيلعب بتلاتة من تحت صلاح النمر ومصطفى كرشوم وحمزة دقود دول تلاتة فلاتسر دباكات بيلعب بباكين مازن محمدين ناحية شماله وآلكس سيلفا ده برازيلي برضو بيلعب ناحية اليمين وبيلعب باتنين ديفندرات اللي هو تاجي عكوبو وماتيو سكوتيليو اللي اتكلمنا عليه وبيلعب طرفين برضو اجانب بريان ايدنسون ورمضان عجب لو تفتكروا هو لسه بيلعب لعب المباراة اللي فاتت وبيلعب بفرود وحيد اللي هو باولو سيرجو ليويس يعني الشكل العام هو اشتغل النواحي الدفاعية كانت اكتر في مباراة التراجي تراجع شماله بره ارضو يمكن التراجي كان 70% نسبة الاستحواز هو بيقابل من نص الملعب هو عنده التحول من النواحي الدفاعية اللي هو بيشتغل بيها للنواحي اللجمية يمكن قليلة او كانت قليلة في مباراة التراجي كتير جدا عنده مشكلة كبيرة جدا في الناحية دي الاحصائياته طبعا دي الاحصائيات لو حضرات رجعت لها طبعا بيحتلوا المركز التاني في الدوري السوداني عندهم 42 نقطة من 17 ماتش كسبوا 14 وتعادلوا في 3 وخسروا مباراة واحدة هم اقوى تفاعد في الدوري ودخل فيهم 8 اهداف هم تاني اقوى هجوم في الدوري اكيد بعد الهلال جابوا 27 هدف فدي احصائيات برضو ما تدكش مدلول كبير عن الفرقة ولكن هم طبعا خدوا الدوري السودان 22 مرة هم عندهم الرقم القياسي في الفوز بكاس السودان 25 مرة وصلوا الدوري المجموعات 2 مرة 3 على التوالي وكان افضل انجاز ديهم في البطولة هو وصولوا للدور قبل النهاية عام 2015 ابرز انجاز افريقيا عملوه كان الفوز ببطولة كأس والكوس الافريقية سنة 89 طبعا اخر حاجة هم ملطقوا مع الزمالك مرة واحدة بس في البطولة العربية سنة 2000 والزمالك كسب 2 واحد جاب ساعتها كابتن حسين وكابتن ابراهيم حسن الاهداف في اول ظهور لهم بقميس الزمالك المريخ وصل لدور المجموعات بعد ما اقصى بطل جيبوتي في الدور التمهيدي كسبوا في امبارات الزهاب في جيبوتي 2 واحد وتعادلوا سلبيا في امبارات الاياب في اسيوبيا ثم اقصى اهل طرابلس الليبي في دور ال 32 كسبوا 2 سفر في الزهاب في السودان وخسر منه 1 تلاتة في امبارات الاياب في ليبيا ريكاردو المدير الفني المخضرم 65 سنة ريكاردو قبل زمالك قبل كده 7 مطشاط دي يمكن احصائياته في 7 مطشاط خمسة منهم مع الاسماعيلي ومباراتين مع الهلال السوداني فزق على الزمالك في 4 مطشاط تعدل في مباراتين وخسر في مبارات واحدة وان شاء الله يوم الجمعة هتبقى المبارات تانية ان شاء الله اخيرا كابتن يعني لو كلمنا ببعض الصور لانا ما قدرناش نجيب حاجة لفريق المريخ هنلاقي ان هما بيشتغلوا زي ما قلنا بتلاتة من تحت لكن هما عندهم مشكلة ناحية الشمال لو جينا بصينا هنا هتلاقي التلاتة الفلات اللي موجودين سواء صلاح النمر او كرشوم او حمزة داود هتلاقي ان صلاح النمر اللي هو ناحية الشمال ومعه مازن محمدين اللي هو ما ناحية الشمال هو الباكليفت بتاعهم عندهم صغرة كبيرة جدا صغرت في مبارات التراجي اللي فاتت انه هو دايما ما بيبقاش على خط واحد مع التلاتة اللي موجودين دايما بيسيبوا مساحة فرة التراجي حتى الجن اللي جابوه جابوه من الحتة دي يعني زيزو ونمار هنا يعمله شغل ايه يبقى لازم الاهتمام من البداية بالجبهة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها زيزو ونمار طبعا بص هنا هتلاقي حتى والكرة الطولية بتتعامل من تحت هتلاقي في مشكلة ناحية الشمال في الحتة اللي عاملين عليها الاسبوت الاصفر دا هتلاقي برضو ما بيقفوش ما بيتمركزوش بشكل كويس هنا برضو السروب بص هو بيتعامل من الحتة دي هتبص تلاقي ان الاتنين السردباكين ومعاهم نمر اربعة اللي جاي من الاخر لاخدر دا هتلاقي في مشكلة عند صلاح النمر ومازل محمدين اللي هو الباكليفت والسردباك التالت اللي هو اما الاتنين اللي بيشتغلوا من ناحية الشمال هتقدر تشتغل من داره هنا الجون اللي جاي في السواني الاخيرة الراجل اللي عب بدماغه التلاتة زي ما انت شايف لاخدر وقافين الراجل الباكليفت جاي متأخر جدا كرة الراجل اللي عبه بدماغه للراجل اللي احنا حطينا عليه الزبوت الأصفر ده جابه جون فدايما الاربع صور دول اللي جابهم لنا احمد سالم يقولوا ان الفرقة فيها عندها مشكلة ناحية الشمال لابد ان احنا نستغل الصغرة دي في عندهم عدم تمركوس جاية في الحتة دي واحنا عندنا الجابهة دي من اقوى الجابهات اللي احنا بنعتمد عليها في فرقة الزمالك في النواحة الوجومية فنتمنى ان شاء الله نشوف زيزو ونشوف نمار بإذن الله فاحسن حالاتهم الفنياء ان شاء الله